مرحبا بكم في هذا الفيديو فرحانين بزاف تكونوا معنا اليوم سوف نذهب على موضوع ممياز ومهم لا تنسوش تبقى معنا حتى الاخر الفيديو إذا عجبكم نحتوى ديرو جرم وابوني القناة باش وصلكم الجديد دينا يلا نبدأ الاكتئاب هو واحد الحالة نفسية كتقطع الميزاج والطريقة ديال التفكير والسلوك كيبان في مجموعة ديال الاعراض النفسية والجسدية شنو ممكن تكون هاد الاعراض وشنو ممكن تكون العيلة جدلة هاد شي هو اللي عم ترتقولي في هاد موضوع ان شاء الله بالنسبة الاعراض النفسية يعني كين هناك يعني احساس بالحسن المستمر والفراغ كين فقدان في الرغبة يعني الرغبة في الحواج اللي كين تعجبنا نديروها كين كذلك نقص ثقة في النافس والاحساس بالدن بلا سبب كين كذلك صعوبة في التركيز في اخذ القرارات التفكير في الموت والانتحار هادو اعراض نفسية كين كذلك اعراض اللي كتظهر على الشاسدي بحل يعني تعب المستمر نقص فطاقات غير الشاهية يعني كتكون كتكتيا بزاف ولا ما كتاكش غاع مشاكل في النعاس يعني تكون كتنعاس بزاف ولا ما كنعيش غاع النعاس هادو كل هوم اعراض الحركات اللي كتتبحبطي او كتكون داق يعني القلق اوجع كذلك بلا سبب بحل الصداع وقلم في المعيدة هادو اعراض يتبعون العلاج للإكتئام نمتقل عن العلاج النفسي يكون العلاج السلوكي المعرفي يعود لك كيف تشوف الأمور التفكير السلبي العلاج الديناميكي الدعم الجماعي العلاج بالأدوية الطبيب يستطيع ادوية مضادة لكي تحصل البيزاج العلاج بالنعمة الحياة يمكنك التمارس من الرياضة اليومية او تنظم النوم او الهواية التي تحبها والحاجة المهمة تهدر مع الطبيب ومستشار نفسي لكي تعرف الطريقة التي تفيدك حيث الاكتئاب حالك تحتاج الدعم حيث الاكتئاب حالة صعيبة خاصة ان تبقى تهلوس بوحدك ضروري تشوف الطبيب يعطيك طريقة لكي تعالج النفسية او الجسد هنا وصلنا ان نهاية الفيديو شكرا بزاف على المتابعة كانت مننا يكون الفيديو عجبكم و استفدتم منه حتى الفيديو الجاي اخليوا بلكم لاريوسكم شكرا 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 شكرا